أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الطيب نعيش مع درس من الدروس العظيمة التي نستفيدها من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إن أحداث الهجرة حينما نقرأها وندارسها نجدها أحداث كثيرة وعظيمة ليست مجرد قصة يقرأها الإنسان أو حادثة يعيش فيها الإنسان وإنما تقرأ من أجل أن يستفيد الإنسان منها وأن يأخذ منها الدروس والعبار من الدروس العظيمة التي نخرج بها من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درس حفظ الأسرار كانت الهجرة في بدايتها تحتاج إلى ترتيب تحتاج إلى تنظيم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا لابد أن يكون سرا لأنه إذا كان جهرا لفضح الأمر ولما تمت المهمة يتضح درس حفظ الأسرار حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة وذهب إلى بيت سيدنا أبي بكر قال له يا أبا بكر أخرج من عندك حينما ذهب إليه في وقت لم يكن يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله ليس عندي إلا أنا وابنتاي السيدة عائشة والسيدة أسماء حكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال ثم انصرف وخرجوا إلى الغار في هذا الوقت جاء نفر من قريش كما تقول السيدة أسماء بنت أبي بكر كنا في البيت فجاء نفر من قريش فوقفوا على باب أبي بكر خرجت السيدة أسماء قالوا لها أين أبوكي كانت هي شاهدة على ما دار بين سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر وتعلم مكان الحبيب عليه الصلاة والسلام وتعلم مكان سيدنا أبي بكر قال لها نفر من قريش أين أبو بكر قالت لا أدري تقول السيدة أسماء فكان منهم أبو جهل كان مع هؤلاء المجموعة أو مع هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا إلى بيت أبي بكر كان فيهم أبو جهل أين أبوكي يا أسماء قالت لا أدري تقول وكان فاحشا خبيثا فلطمها حتى سقط قرطها الذي هو ما تتحلى به المرأة من ذهب في الأذن نلاحظ هنا أن السيدة أسماء حافظت على السر الذي دار بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر والذي لو كشف أمره لما تمت الهجرة ولا قضية على المسلمين وفسدت الهجرة أو لم تتحقق الهجرة بشكلها الذي تم هنا السيدة أسماء تعرضت لضغط شديد وتعرضت لاعتداء ومع ذلك فإنها حافظت على السر لماذا؟ لأن حفظ الأسرار من جملة أداء الأمانات السر أمانة ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل الرجلة بالحديث يعني تم حوار بين شخصين في مكان ما ثم التفت يعني انتهى هذا المجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمانة يعني هذا الحديث وهذا الحوار الذي دار هو من قبيل الأمانات ولذلك السيدة أسماء تضرب لنا في هذا المقام وفي هذا المجال درسا عظيما لحفظ الأسرار كذلك حينما نتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أسر إلى سيدنا أنس ابن مالك بأمر ما أرسله في مهمة ما ثم تأخر عن والدته فحينما جاء سألته أمه أين كنت يا أنس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني في أمر من الأمور قالت ما هي قال لها إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نجد هذه الأم الذكية الفطنة التي تنشئ أولادها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق الطيبة لم تلزمه ولم تجبره أن يخبرها بما بين أنس وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قالت له فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حفظ الأسرار من الأمور المهمة من الأمور التي دعا إليها الشرع الشريف وحث عليها بل حذرنا من كشف الأسرار خاصة ما بين الزوج وزوجته البعض قد يفشي ما يحدث بينه وبين زوجته تفاخرا أو من أجل أن يقال عنه كذا وكذا حذر الشرع الشريف من هذا فقال إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم ينشر سرها فيا أيها المشاهد الكريم حافظ على الأسرار هي من الأمانات إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الحميدة مردا جميلة إنه على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته